موسيقى أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المباشرة على مدار ما يقرب من ساعة ونخصصها بالطبع للحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين في القطاع والجهود الدبلوماسية المختلفة سواء دوليا أو عربيا وتحديدا من مصر لتوصل وقف فوري لإطلاق النار ونبدأ بالحديث في هذه الجهود عن المباحثات أثنائية اليوم بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيرات الألمانية حيث أكد شكري مجددا على الرفض التام للإجراءات المتخدة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة وشدد شكري خلال مؤتمر صحفي عقته مع نظيرات الألمانية بمقر الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة شدد على ضرورة تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة نتطلع أنه تعيين وتولي منصق الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن سبع عشرين عشرين سوف يأتي بأليات تيسر من نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتأكيد أنه المعاناة الإنسانية لـ 2.300.000 فلسطيني عمليات التهجير القصري من شمال القطاع إلى جنوبه والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني فيه الجنوب من استهداف من قتل للمدنيين بلغت 23 ألف تلتين هم من الأطفال والنساء أمر يتعدى أي مرعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لإحترام القانون الدولي الإنساني من جانبها حضرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اتساع نطاق الحرب في غزة وثمنت الدورة المصري المحورية في حل أزمة قطاع غزة وكذلك في إيصال المساعدات وعلاج المصابين مباحثت اليوم سواء كانت الثنائية أو الموسعة ركزت حول الأوضاع في غزة استمرار الأعمال العسكرية الأثار الإنسانية المدمرة وعدد الضحايا من المدنيين موضوع المساعدات الإنسانية ونفذها إلى القطاع بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والدفعة الغربية وعمل على استعادة الأفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين استمرار الاحتلال بدون شك من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة ولابد من التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن لجميع شعوب المنطقة وأيضا تحقيق حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أما عن جولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في المنطقة وهي الجولة والزيارة الرابعة منذ السابع من أكتوبر وتضم تسع دول هذه المرة فقد التقى بالفعل بلينكن رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوج وذلك في بداية مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين لبحث سبل منع توسيع نطاق الحرب في غزة والتقى بلينكن أيضا نظيره الإسرائيلي والتقى بنيمين نتنياهو للتباحث حول مصير قطاع غزة بناء على مباحثاته في مختلف العواصم العربية خلال جولته الشرق أوسطية في مسعى للحيلولة دون تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي تأتي جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرابعة في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلينكن اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين لبحث ما يوصف بالمرحلة الثالثة من الحرب ومصير قطاع غزة في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال أن قتاله حركة حماس سيستمر طوال العام وتأتي الزيارة في ظل مؤشرات واضحة على رفض الجانب الإسرائيلي لكل الضغوط التي تمارسها واشنطن من أجل وضع نهاية للعدوان الغاشم الذي يضرب عرض الحائط بكل قواعد القوانين الإنسانية والدولية وكانت الولايات المتحدة قد أبدت تأييدا مطلقا للجانب الإسرائيلي منذ بداية العدوان على القطاع المحاصر منذ 17 عاما والذي شددت إسرائيل من حصاره ليشمل كل لوازم الحياة لكن يبدو أن تعنت الحكومة الإسرائيلية الرافضة لكل مقترحات واشنطن لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب وإقامة دولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية أثار غضب البيت الأبيض وتوجه بلينكين إلى تل أبيب بعد محادثات ضمن جولة إقليمية بدأها من تركيا وشملت أيضا اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية لمحاولة رسم طريق للخروج من الفصل الأكثر دموية على الإطلاق في الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود وبالرغم من حالة الترقب حول نجاح الجانب الأمريكي في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلا أن كافة المؤشرات تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات فعلية على الأرض لمنع توسيع الصراع الإقليمي وللتعقيب والرأي والتحليل ينضم إلينا هاتفين أستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية أستاذ طارق بعد التحية نتحدث عن حراك دبلوماسي مختلف في المنطقة لعل أبرزو هو زيارة وجولة وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط وهي الزيارة الرابعة على مدار ثلاثة أشهر ومنذ العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطع غزة يعني إلى أي مدى تختلف هذه الجولة وهذه الزيارة وهي تضم تسعة دول إلى أي مدى تختلف عن الزيارات السابقة لبلينكين في المنطقة في ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين يعني تعالى الفقرية تقول للمتابعين يعني في ظل استمرار هذا العدوان تأتي هذه الزيارات المتتالية وأتصور أول زيارة آخر زيارة هي يعني جهود دبلوماسية أمريكية محاولة لترميم هذه الصورة الأمريكية التي تشوهت أمريكا فقدت مصدقيتها باعتبارها يعني أقوى دولة في العالم وكانت من المفروض أن تكون مؤتمنة مؤتمنة على استخدار العالم على حفظ السلم والأمن الدوليين لكنها يعني كان لها ذلك الانحياز الأعمى للجانب الإسرائيلي وتتواجد بنفسها وكأنها ليست فقط يا منحازة أو تقدم الدعم اللوجيستي والسلاح والسياسي والإعلامي وكانت هي بنفسها يعني تحارب جماعات المقاومة في فلسطين أو في غزة أتصور أن كل هذه الزيارات وهي محاولة لتأكيد الحفاظ على المصالح الأمريكية التأكيد على تقليل المدنيين لكن أمريكا نفسها لم تراعي حقوق المدنيين في الفلوجة في الموصل في الرقة إذن يعني إسرائيل لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحاضر إسرائيل وتعطيها دروسا في الحفاظ على حياة المدنيين وتقليل حياة المدنيين لأنها لم تراعي ذلك من قبل ولا في العراق ولا في أفغانستان ولا في أكثر من موضع أو بقعة إذن أتصور هذه الزيارات لا تقدم جديدا ولا يمكن التعويل عليها يعني لا يمكن الغزاوي لا يمكن أن يعول على مثل هكذا زيارات إذن التعويل على موقف الدولة المصرية يعني صمودها ووضعها هذا الخط الأحمر للحدود الشرقية المصرية ووقوفها ضد التهجير أيضا هذا الصمود والتضحيات من الفلسطينيين هذه يعني أوراق القوة الحقيقية أما هذه الزيارات وسواء كان وزيرة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية أو وزيرة الخارجية الألمانية كل هذه الجهود كلها يعني أعمال دبلوماسية حركة سياسي دبلوماسي ليس له هذه النية صادقة في إيقاف هذا العدوان سسترقى لكن اختلفت التصريحات التي تصدر عن مسؤولين أمريكيين في الفترة الأخيرة عن بداية هذا العدوان منذ ثلاثة أشهر ما يشير إلى تغير الموقف الأمريكي وأيضا ربما اختلفت التصريحات صادرة عن مسؤولين أوروبيين حول هذا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة يعني إلى أي مدى يمكن أن يتم التعويل على ذلك في الفترة القادمة لوضع حد لهذه المعاناة وهذه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون لشهر رابع على التوالي في قطاع غزة يعني أنا أعتقد الآن هذه الجهود التي بثلتها الدولة المصرية سياسيا دبلوماسيا أعلاميا في إضاحة هذه البصدورة كانت لها هذا الصدر في تلك الاستدارات ولكن يعني إذا ما دققنا النظر سنكتشف أن هذه الاستدارات في المواقف سواء كان المواقف الأوروبي أو حتى يظهر هذه الاختلافات البسيطة الدقيقة ما بين الزار الأمريكية وما بين بينيامينا تانيهو لكن العدوان مستمر العدوان مصر تطالب واجب الوقت الأولوية هو إيقاط هذا العدوان هم يتحدثون عن من ساحكم غزة بعد ذلك أفتر لكن اليوم التالي أحنا خلينا في اليوم الحالي اليوم الحالي هو استمرار العدوان الدولة المصرية تؤكد أن واجب الوقت والأولوية هو إيقاط هذا العدوان الغاشم هذه المجازر حرب الإبادة لكن فيما نتعلق بتصورات أمريكا ما بعد الحرب كيف تحكم غزة وتصورات نتنياهو وتصورات المتطرفين فهذه الأمور لا علاقة لها بما يجري في أرض الميدان ولا علاقة لها بما يحدث الآن الآن الأولوية أولى لك فأولى أن يتم إيقاط هذا العدوان ثم الحديث عن هذه المشاريع المستقبلية وهي الرؤية المتكاملة للدولة المصرية عندما صاغت رؤى وأفقار تتمثل في تبادل الأسرة في هدى يتم مدها وتثبيتها وحكومة تقنقرات وصولا للتسوية السياسية الشاملة أما هذا ذلك فهو مراوغات ومداورات تسويف وإرجاء وتأميل وعدم تصدي للأصل المشكلة الحقيقية نعم وهذا ما تؤكد عليه مصر دائما سواء سيد رئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على ضرورة تحقيق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام بالشرق الأوسط أو أيضا الدبلوماسية المصرية متمثلة في وزير الخارجية سامح شكري في لقاءاتي ومباحثاتي السنائية المختلفة التي تؤكد على ضرورة وقف هذا العدوان تحقيق وقف فوري لإطلاق النار والحديث أيضا بشدة عن مسألة المساعدات الإنسانية وهذا ما تبعناه حتى حديثا في اللقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية يعني إلى أي مدى يدعم ذلك القضية الفلسطينية ويدعم الوصول إلى حل نهائي لها في الأيام القريبة القادمة مصر يعني لا تترك شاردة ولا وردة ولا طريق إلا تجوة وهذه المباحثات وهذا التشاور المستمر وهذه الاغطاءات على مستوى السبلوميسية رئاسية أو على مستوى وزارة الخارجية كما فأينا منذ قليل يعني ذلك الاجتماع ما بين وزيرين خارجية المصر والألمانية فكل ده تأكيد ومصر تتشاور دائما وتؤكد لكل الأطراف الفاعلة الأمريكي والأوروبي أنه لابد من تحقيق هذه التسوية لابد من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لابد من تقديم المساعدات وإيقاف هذا العدوان ولابد للنظر إلى سياق ما حدث في السابع من أكتوبر ولكن نجي تجدين بعد هذه الاستدارات وهذا التفاهم من قبل الأوروبيين وهذا التغير في المواقف أيضا تجدين اليوم وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد على أن إسرائيل من حقيات دفاع الشرع عن نفس أنه تم قتل الأصفال واختصاب النساء في السابع من أكتوبر هذه الأكاذيب هم مصرون عليها يعني هم مصرون على مثل هكذا أكاذيب هذه ليست حرب فقط بالسلاح والقنابل والدنات والطائرات أيضا حرب إعلامية حرب لتزييف الوعي التأكيد على أن تمت أعمال إرهابية مع أن الصياق صياق مقاومة والفيديوهات أظهرت العلاقة الصيبة الحميمة التي ربطت التجازين الإسرائيليين بالحركات المقاومة ورغم ذلك برضو التأكيد على أن هناك تحرش وهناك اختصاب وقطع لرقوب أطفال كلها أكاذيب تكذبها الصور تكذبها الفيديوهات صحيح أستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وتنضم إلينا عبر سكايب من رمالة نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني سيدة نبال بعد التحية يعني كيف تتبعين التطورات الدبلوماسية التي تحدث في المنطقة الآن سواء من زيارات متعددة من مسؤولين أوروبيين كما تبعنا زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لمصر اليوم وسوف تقوم بزيارة إلى العريش ومتابعة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أو جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتولي بلينكين وهي الرابعة منذ بداية هذا العدوان في السابع من أكتوبر يعني كيف تتبعين كل هذه التطورات ومدى تأثرها على المشهد في الأيام المقبلة في قطاع غزة أهلاً مساء الخير لك ولكل المشاهدين نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني بالتأكيد ننظر بقلق أولاً بشأن الأوضاع الإنسانية وازدياد سوءها على الأرض في قطاع غزة نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي لأكثر من ثلاثة شهور حتى هذه اللحظة ولا زالت الجهود الدولية تراوح مكانها لم يتمكن المجتمع الدولي من إيقاف العدوان على قطاع غزة لم يتمكن المجتمع الدولي أيضاً من الدفع باتجاه إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبالتالي حتى اللحظة الجهود الدولية لم ترقى إلى المستوى المطلوب نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي استمرار وقوع العلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء المنظومة الصحية برمتها في قطاع غزة تنهار بعد خروج غالبية المستشفيات عن العمل نتحدث عن خروج 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة عن العمل منطقة غزة والشمال تركت بشكل كامل بدون أي خدمات صحية وطبية بعد خروج المستشفيات عن العمل لازلنا في الهلال الأحمر الفلسطيني نحاول تقديم الحد الأدنى حتى من الخدمات الصحية من خلال نقطة طبية أنشأناها في جباليا ولكن بكل تأكيد حتى هذه النقطة الطبية التي تستطيع تقديم العلاج للإصابات الطفيفة والمتوسطة تعمل ضمن ظروف صعبة نتيجة الشح في المستلزمات الطبية والأدوية مستشفيات الجنوب أيضا فقد قدرتها الاستيعابية وهناك استهداف حقيقي للمستشفيات شهدنا ما حدث في مستشفى شهداء الأقصى وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل في المحافظة الوسطى حيث يتم استهدافه بالمسيرات كذلك الحال بالنسبة للمستشفى التابع للهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الأمل منذ أيام نشهد تكثيف لاستهداف الاحتلال محيط مبنى مستشفى الأمل وحتى استهداف مقر الجمعية القريب أو المناسق لمبنى مستشفى الأمل تم استهدافه استهداف مباشر قصف مدفعي لثلاثة طوابق في مقر الجمعية الذي يحمل شعار الهلال الأحمر الفلسطيني هذه الشارة التي يجب أن تكون محمية وفقا للقانون الدولي الإنساني ولكن حقيقة على الأرض لا حماية لأي شيء في قطاع غزة الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والطواقم الطبية ونحن نشعر بقلق شديد اتجاه سلامة طواقمنا العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس نعم سيدة نبال المساعدات والمواد الغطية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وتأتي بطبع من دول عدة وعلى رأسها مصر تحاول في طوال هذه الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن أن تزيد حجم المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية تحديدا التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة وامتدى الأمر إلى مستشفيات ميدانية أيضا وتواقم طبية يعني إلى أي مدى يكفي ذلك حاجة سكان القطاع في الناحية الصحية تحديدا يعني بالنسبة للإحتياجات الإنسانية والصحية أيضا كل ما دخل من مساعدات إنسانية حتى هذه اللحظة هو عبارة عن نقطة في بحر الإحتياج على الرغم من ذلك يواصل الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع عشقائنا في الهلال الأحمر المصري استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح يوميا هذه المساعدات التي تشمل ماء وطعام ومواد إغاثية بالإضافة إلى مستلزمات طبية وأدوية ولكن كما تعلمين أيضا على سلطات الاحتلال إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال يجب على عاطقة وفقا للقانون الدولي الإنساني مسؤولية تأمين الأحتياجات الأساسية للمدنيين الفلسطينيين ولكن للأسف سلطات الاحتلال تحاول استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين تفرض قيود على عملية إدخال المساعدات الإنسانية رغم أنه شهدنا مؤخرا قرار من مجلس الأمن يفضي بضرورة تسهيل عملية إدخال المساعدات جوا وبرا أيضا وبالتالي مطلوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون قيود وبدون شروط حتى يتسنى لنا القيام بدورنا الإنساني على الأرض في التخفيف من معاناة الفلسطينيين حتى اللحظة جميع المستشفيات التي لا زالت تعمل هي بكل تأكيد لا زالت تعاني من شح في المسلزمات الطبية والأدوية أيضا نجحنا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري أيضا في بناء مخيم للنازحين أول مخيم منظم للنازحين نسعى لأن يضم هذا المخيم ويستوعب حوالي 6 ألاف نازح في المراحل القادمة ولكن بدأنا في المرحلة الأولية لهذا المخيم بإنشاء حوالي 300 خيمة تتسع لحوالي 1500 نازح تقريبا نعم سيدة نبال مع كل ما ذكرت بالإضافة بالطبع إلى استقبال المستشفيات المصرية لعدد من المصابين والجرحة ومنهم حتى الأطفال يعني ما هي أو بكم تقدر الحاجة الفعلية لقطاع غزة من المستلزمات الطبية أو الخدمات الطبية بشكل عامل يعني حقيقة من مجمل ما استلمنا من مساعدات إنسانية حتى هذه اللحظة بأحسن الأحوال لم تتعدى نسبة المستلزمات الطبية من مجموعة الشاحنات التي تم استلامها حوالي 12% وبالتالي لازالت نسبة دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع محدودة والأعداد الكبيرة للجرحة والمصابين في كل ساعة يحتم المزيد من المساعدات الإنسانية أيضا بطبيعة الحال الطواقم الطبية نفسها أنهكت نتيجة العمل المتواصل على مدار الساعة لأكثر من ثلاثة شهور وبالتالي لربما السماح بدخول وفود طبية داعمة للطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة هي مسألة في غاية الأهمية إنشاء المستشفيات الميدانية أيضا هي من شأنها أن تسند وتساند المستشفيات العاملة دعم إعادة العمل في المستشفيات التي توقفت عن الخدمة من خلال ترميمها وتوفير كل ما يلزم من مستلزمات طبية وأدوية وبطبيعة الحال هناك على الأقل 6 ألاف جريح هم بحاجة لعمليات إجلاء فوري وعاجل لتلقي العلاج خارج قطاع غزة وبالتالي هذه أيضا مسألة بغاية الأهمية لابد من السماح بإجلاء الجرحة والمصابين إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج كونه الكثير والألاف منهم لا فرصة لهم للعلاج داخل قطاع غزة ولازال الاحتلال يفرد قيود على عملية إخراج الجرحة والمصابين لتلقي العلاج في الخارج نعم سيدة نبال نعود للحديث عن الجهود الدبلوماسية والتي نتابعها الآن يعني إلى أي مدى تعولين على هذه الجهود أن تذهب بهذا الوضع الصحي الذي يعاني فيه سكان القطاع بشدة من كارثة إنسانية ممتدة على مدار ثلاثة أشهر الماضية يعني إلى أي مدى يمكن في الأيام القريبة القادمة أن تفضي هذه الجهود الدبلوماسية إلى تحسين هذا الوضع الصحي وماذا تريدين أن تصل به لهذه الجهود يعني نأمل بالهلال الأحمر الفلسطيني أن بالفعل يتمكن المجتمع الدولي من القيام بخطوات جادة وعاجلة بشكل فوري لأولى الإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأن الأوضاع الإنسانية هناك يعني لا تحتمل أي عملية تأجيل وبالتالي نأمل أن بالفعل تفضي هذه الجهود الدولية إلى عملية وقف إطلاق نار فوري وعاجل ودائم حتى يتسنى لنا ولكفة المؤسسات الإنسانية من القيام بجهودنا الإنسانية على الأرض الأوضاع في قطاع غزة مأساوية للغاية ولازلنا نتساءل يعني ما الذي ينتظر المجتمع الدولي حتى يتحرك من أجل وقف ما يجري في قطاع غزة بحق المدنيين العزل لأكثر من ثلاثة شهور فشل المجتمع الدولي بوقف العدوان على قطاع غزة الذي أدى بحياة الألاف من الفلسطينيين أكثر من سبعين بالمئة منهم هم من الأطفال والنساء حتى لو توقفت العدوان اليوم لازال أمامنا الكثير للعمل أكثر من ثمانية ألاف شخص لازالوا مفقودين تحت الأنقاض أكثر من سبعين بالمئة من البيوت في قطاع غزة تدمرت بالكامل وبالتالي حتى لو انتهت الحرب الناس لن تعلم إلى أين ستذهب وإلى أن يستعيش فضلا طبعا عن الدمار الكبير الذي حل في البنية التحتية وبالتالي أمامنا وأمام المؤسسات الإنسانية سنوات عديدة حتى نتمكن من ترميم ما فعلته وما فعله العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة حجم الدمار غير مسبوق على الإطلاق ألاف الجرحى لازالوا ينتظرون العلاج وهناك الألاف الآخرين مهددين إما بفقدان حياتهم أو بأن يصابوا بأعطات دائمة في حال لم يتلقوا العلاج العاجل والفوري خارج قطاع غزة نعم سيدة نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك ومزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية من القدس دكتور أمجد بعد التحية يعني إذن جهود ديبلوماسية متواصلة لمحاولة الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار بالأمس كانت قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس محمود عباس أبو مازن واليوم يستقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة الخارجية الألمانية والحديث والتباحث والتشاور حول الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة وتستمر حتى الآن منذ السابع من أكتوبر الماضي أيضا من المقرر أن تزور وزيرة الخارجية الألمانية العريش والوقوف على مسألة إدخال المساعدات إلى القطاع يعني إلى أي مدى تعول على كل هذه التحركات وهذه الجهود التي تتزامن بالطبع مع جولة بلينكين في المنطقة أن تصل إلى وقف الإطلاق النار في القريب العاجل شكرا للمشاهدة هل تقبل إطلاق النار بدون ارتباطه بإطلاق سراح الأسرة لدى المقاومة الفلسطينية؟ وإذا كان هذا مقبولا أو إذا ربطت في عملية إطلاق سراح الأسرة ما هو المقابل حسب الشروط التي تطالب بها إسرائيل؟ إسرائيل تطالب فقط بوقف إطلاق النار مربوط في إطلاق سراح الرائم ووقف إطلاق النار هو مرتبط بفترة زمنية قصيرة محددة المشكلة الأساسية هي بالحكومة الإسرائيلية وبالأيسجي الإسرائيلي وليس بالطرف الفلسطيني يعني كل الاجتماعات التي تقام سواء في القاهرة أو في إسطنبول والزيارات والزيارات المطلوب منها والضغط على المحتل الذي يقوم بجرائم حرب وليس التشاور في الضغط على الضحية الذي يتعرض للتفح ويتعرض للإباتة أعتقد أن هناك مشكلة أخلاقية وهذه المشكلة الأخلاقية من الطرف الغربي عندما يصالب أطراف عربية بالضغط على الضحية بدل الضغط على المعتدي والمجرم المفروض كأزمة أخلاقية بالضغط على إسرائيل بوقف هذه الجرائم عندما نجد أن يوميا يقومون بمجازر يومية بمعدل 300 و 400 و 250 مدني يوميا هذه الجرائم لا يمكن تقبلها منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية هي إهانة لكل العرب وإهانة لكل المسلمين نعم على ذكر دكتور أمجد على ذكر الضغط على إسرائيل على ذكر الضغط على إسرائيل يعني تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالفعل أنه سيضغط على إسرائيل من أجل حماية المدنيين لكنه في نفس الوقت لم يتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار يعني كيف ترى هنا الموقف الأمريكي الذي يعني يتضح من خلال هذه التصريحات وهذه الزيارة وهي الرابعة وليست الأولى طوال هذه الفترة لوزير الخارجية الأمريكي نعم هي الزيارة الرابعة المكوكية وهي الزيارة الخامسة لإسرائيل هو الزيارة إسرائيل قمسة مرات هناك زيارة كانت فقط خاصة لدولة إحتلال إسرائيل المسألة هنا بوضوح كل المعطلات التي يتم نتواصل إليها والمعلومات التي تصلنا بينهم يبحثون عن سيناريو لإنقاذ إسرائيل من الاستمرار في التوغل في قطاع غزة هذا السيناريو هو استسلام للفلسطين بكيف يمكن استسامت هذه المجازة التي تمت وهذا الضمار الهائل الذي تم ما هي السيناريو؟ سيناريو أن يستمر الاحتلال بمحافرة قطاع غزة أن يكون هناك استمرار بوجود العسكري وجود الأمني أن يستمر بعمليات الدخول والخروج كما يفعل في الضفة الغربية عمليات قتل المدنيين وقتل تحت مبرر مطاردة المسلحين كما يفعل في الضفة الغربية السؤال هو ما هي المقتراحات المطلوبة في وقف هذه الجرائم في وقف هذه الجرائم فقط نريد أسرانه وسيستمر بعودة لعمليات القتل كما فعله في الهدنة الأولى وعندما تم إطلاق تراح جزء من الأسرة لدى حاجة حماس والجهاد الإسلامي هنا ما هي الأمان بالخروج وعن سيستمروا في إذلال العرب وإهانة العرب بهذه الطريقة الوحشية في قتل المدنيين هنا السؤال السؤال كيف سيكون السيناريو بالخبوض من هذه الحرب لذلك كانت السيناريو وهو استسلام للفلسطينيين وبقاء احتلال جديد والعودة لإحتلال قطاع غزة فهذه كارثة ثانية هل سيستمر بمنعم لدخول المواد الأساسية والمساعدات والأكل والشرب والكعوباء وأيضا المواد الطبية هل سيقبلون بذلك دكتور أمجل المشكلة موجودة عند الطرف الإسرائيلي وليس عند الطرف الفلسطيني الطرف الفلسطيني هو مفعول به الباع والمجرم هو إسرائيل دكتور أمجل من الحديث والوقوف عند تطور هذا العدوان ودخول الشهر الرابع منذ السابع من أكتوبر نتحدث عن مرحلة جديدة يتكون عليها المرحلة الرابعة في هذا العدوان كما تبعنا في الأيام الأخيرة واغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية بتزامن أيضا يتم الحديث عن شكل قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب أو اليوم التالي لانتهاء هذا العدوان على قطاع غزة يعني كيف ترى هذه الأمور وما هو الشكل الذي سينتهي عليه هذا العدوان والوقوف أو التوقف عن القطل والدمار الذي لحق بالقطاع كما تبعنا على مدار ثلاثة أشهر الماضية أعتقد لم يتم لم يتبقى شيء لم يتم تدميره الأمريكيين يطالبونها بيتخفيص قتل المدنيين لم يبقى هناك أهداف لا مدنية والعسكرية لم يتم قصفها هم يبحثون على تطفية حركة حماس تطفية تركيك البنية العسكرية والقضاء على القيادات العسكرية المتبقية لحركة حماس هذا الهدف الأساسي المأساة في الموضوع أنه لا يوجد هناك أي ضغوطات لا سياسية ولا أي تهديدات أو تحضيرات لدولة الاحتلال بالوقفها بالمجادر هنا الكارثة الأكبر يعني هم يلغطونها على الضحية ويبحثون عن سيناريوهات مقبولة لديهم وليس مقبولة لدى الشعب الفرسين لأننا تحدث عن سيناريوهات من يدير قطاع غزة بعد هذا قرار مفروض يكون للشعب الفرسيني وليس للطرف الإسرائيلي والأمليكي واستمرار ضغوطات لقبول لأنه مقبولة أننا لا نريد أن يكون هناك سلطة بدنية معاعدية للاحتلال يعني هذا غير مقبول أيضا وهذا أيضا شيء أيضا غير مقبول عربيا لا يوجد هناك أي احترام أيضا للدول العربية عندما يفرضون التشروط بعد كل هذا الحجم الهائل نتحدث اليوم عن أربعة بالمئة من عدد سكان قطاع غزة بين شهيد وبين جريح وبين مفقود وهذه النسبة لو قررناها مقارنة مع عدد سكان الهات المتحدة نحن نتحدث عن أربعة عشر مليون نسمة مقارنة بعدد سكان القطاع مقارنة بعدد سكان الهات المتحدة نعم نتحدث عن عدد هؤل جدا بمقارنة بالمساحة الجغرافية بالعدد سكان الموجود على طلبات أننا نتحدث عن حكومة متطرقة تبحث عن انتظار انتظار ميداني وانتظار سياسي بعد كل هذه المجازة السؤال المطروح كيف يتم الخروج من ذلك كيف يتم الخروج من ذلك بفرض كل الشروط التي تريدها إسرائيل من خلال مصطاق الارضيين أو مصطاق العرب ما هي السيناريو من سيسأل من سيسأل هذه الجرائم نعم دكتور أمجد شهاب أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف من القدس شكرا جزيلا لك وهنا مشاهدين نصل إلى نهاية هذه الساعة من التقطيع المباشرة شكرا لكم أيضا على المتابعة ومستمرون معكم ومتوصلون دائما على شاشة قناة النيل للأخبار على مدار الساعة ابقوا دائما معنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة